نروح لقصة الرقص اللي الناس ما تعرفوش إن حضرتك وحضرتك صغيرة كنتي عايزة تشتغلي أو تمتهني مهنة قرى قصة لما تكباري صح؟ اه رقاصة في الأفراح كنت عايزة تلع علمة كنتو بشوفو في جليم فيه كازينو جليم وفيه كازينوهات في البحر كانت جليم مش شط دي كان بيبقى فيها أفراح في الشتاء يعني وكانت أنا بروح أتفرج وقعد أتفرج فكنت معجبة جدا بالعوالم أحبتي الأداء بقى أنا أحب الرأس جدا يعني عندي بالنسبة لي الرأس معبر جدا زي بقية الفنون سواء التمثيل أو الرسمة أو كده بيعبر عن مشاعر الرأس كده معبر من غير كلام بالأداء الحركي فأنا كنت بحب الرأس البلدي جدا وبعدين كنت طول النهار برقص وروح أتفرج عليهم وترجعي ترقص وقلهم فكان كل بنات خلاتي مضيفة مزيعة بتاع وأنا رقص وما بعدتش يعني هما بقول بقوا دا كترة وكده ومزيعات وكويسات وأنا بمثل وأي فرصة رأس في الشغل بتروح بيقولوني لحد دلوقتي ممكن تكوني في البيت بترقصي ويدخل ابنك أحمد عليك يا عادي هاي أحمد ومكمل رأس ده بيحصل طب رد فعل ابنك أحمد إيه بقى نهو بيهرش هو كمان عيلة فرفوشة عارفة الرأس بيعمل حاجاتي أنا ما برعش تجمد دلوقتي فهو فيه رياضة وفيه بهجة يعني مش ممكن هرقص أنا مش مبسوطة أكيد فوسعاد بتيجي مزيكة حالوة في تلفزيون أو في راديو أنا ديست عندي راديو اي بقوا هم بقى هرقص وهو كمان بيرقص ماهو بيقفل عليه القدة ويرقص صحيح بيرقص غربي اه أو بس بس بيرقص برد ايه الأغنية اللي بتحبيها بقى دي أغنيتك بقى بتاعة المودك بنت الجران بنت الجران بنت الجران ده في الجديد تشغلي هو جدا جدا طب دي ترقص عليها بلدي آه فيها حتة صح فيها حتة في النص كده آه فيها بلدي وفيها تعبيري فيها كل حاجة في القديم ايه طيب لو شغلت أغنية تحبيها تتمايلي معاه أتمايلي يعني قصت روصي بس انتها فأنا مزيعة أنا لو قلت حاجة يمسكوني أنت براحتك أرقص يعني أغنية أرقص عليها آه كل الأجاني ترقص يعني سواح سواح وأجاني محمد رجدي آه وأجاني أبد العديد محمود آه